سريعاً قدرت الفنانة السورية هيبانور إنها تتجوز أزمة الفيديو الخارج اللي انتشر لها الفترة اللي فايتت وتصدرت بسبب ترند على كل منصات التواصل اجتماعي رجعت شارك في المناسبات العامة من جديد وقدرت تسرق بكل جرأة فلاشات عدسات المصورين تاني وكأن شيئاً لم يكن منصات التواصل اجتماعي ضجت فجأة بمقطع فيديو للفنانة السورية هيبانور ظهرت فيه معراج الغريب من خارج الوسط الفني فعربية كان بيسقها الشخص اللي تقال إنه حبيبها مصدر الفيديو كان صادم للكل لأنه منزلش على أكاونتات مزيفة أو حسابات مش معروفة الفيديو نشرته الفنانة نفسها على حسابها الشخصي على انستجرام وبعد أقل من دقيقتين مسحته اللي إنه كان انتشر بشكل كبير على موقع التواصل ومصحوب بحملة هجوم وانتقادة تعنيفة هيبان ما طلعتش دفعت عن نفسها بشكل مباشر وقررت أن يكون ردها ببيان رسمي عن طريق مكتب المحامي بتاعها أشرف المسوي واللي أكد أن الفيديو مفبرك حسب مواضح في البيان اللي جا فيه بصفتنا وكلاء الموسلة هيبانور في بيروت نستهجن الحملة التي يشنها البعض ضد موكلتنا بنشر فيديو مصطنع بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف النيل من سمعتها وهدت بملاحقة كل اللي بينشر الفيديو على أي وسيلة قضائيا بتهمة تصل عقوبتها للحبس 3 سنين عدد كبير من المشاهير دفعوا عن هيبا وطلبوا نشطاء بتوقف عن نشر الفيديو المسيء للنجمة السورية وأكدوا أنه مزيف ووضح بعض محبي الفنانة أن هيبا اتعرضت للابتزاز من شخص طالبها بدفع نصف مليون دولار مقابل عدم نشر الفيديو إلا أنها رفضت وبالتالي نفذ تهديده وقعها في ورطة غير أخلاقية في الوقت اللي كدب فيه كتير من خبراء الذكاء الاصطناعي رواية الفنانة وشددوا على أن الفيديو صحيح 100% شهر واحد كان كافي عشان تقدر هيبا أنها تتجاوز الأزمة واختارت تعييد الأطحى عشان ترجع لنشاطها طبيعي على مواقع التواصل فشركة متابعيها لقطات من جلسة تصوير جديدة خضعت لها بين أحضان الطبيعة ظهرت فيها متألقة فستان أبيض شبكي شفاف على أحد الشواطئ وتزينت بمقياج ناعم أبرز جمالها الطبيعي وأرفقت الصور بتعليق هنت فيه الفانس بعيد الأطحى وكتبت عيدكم سعيد وينعاد علينا جميعا بالخير والسعادة والرحة هيبا كمان رجعت مارس حياتها في شكل طبيعي بعد شهر بعد تفيع للأنظار تماما وكان زفاف صديقتها الفنانة الشيرين أبو العز أول مناسبة تظهر فيها علنا أمام الكاميرات واختارت للفرح إطلالة أنيقة لبست فيها فستان فوشيا وكانت محطة أنظار الجميع بواصلات رأسها المشتركة مع صحبتها وفي واحد من لقاءتها الإعلامية على همش حفل زفاف وجهت هيبا نصيحة لصديقتها وقالت أكيد بطمن لهم السعادة من كل قلبي وبنصحهم على قد ما يقدروا يحافظوا على صدقتهم الرفقة بشوفها شرط أساسي عشان العلاقة تستمر وتنجح ولما سألها المزيع بتفكري في الجواز دحكت وردت الله كريم عمره بانور كان 16 سنة لما جوزت لأول مرة ودي العلاقة اللي دورت فيها على السند اللي فقدته بغياب والدها وأكيدت أنها مش بتلوم والدتها على تشجيعها للجواز في السنة ده لكن بتلوم على المجتمع والقانون اللي بيسمح بزواج القصيرات ولفتت لضروري تغيير نظرة المجتمع اللي بتشوف جواز البنت المبكر على إنه تأمين حياتها ومستقبلها واعترفت إنها سمحت على خيانة جزالية أول مرة لكن لما الحكاية تكررت طلبت الانفصال كل فترة بيترادت كلام كتير على سوش الميديا عن جوازبة في السر وينجبها الولد وده بسبب ظهورها المتكرر في صور مميزة مع ولد أكرت إنه تيم ابن أخوها وشددت على إنها واستحيل تخبي لو خلفت في الوقت اللي اعترفت فيه على إنها عايشة قصة حب وقالت راجل مهم جدا في حياة أي امرأة وأنا من الشخصيات اللي بتخاف من الوحدة وحريصة جدا على إن أكون محاطة بأشخاص بتحبني